لو حصل سناب باك أو آلية الارتداد التي تحدثنا عنها ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟ هناك الكثير منها سنركز على أبرزها فقط أولا العقوبات التي تتعلق بالبرنامج النووي تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة بما في ذلك البحث والتطوير وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يصهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية أو في منعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية العقوبات المتوقعة أن يعاد فرضها أيضا حظر سفر مسؤولين عن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية وتجميد أرصدتهم ومعاودة فرض حظر الأسلحة أي نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران فضلا عن استئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية هذه فقط نبضى عن العقوبات التي تهدف أمريكا إلى إعادة فرضها اللائحة الكاملة تشمل عشرات العقوبات الأخرى بتفاصيلها والتي تهدف إلى عزل إيران تماما عن المجتمع الدولي